أهلا وسهلا فيكم مشاهدي هنا الاقتصاد ملف الكهرباء بيعكس حقبة طويلة من نظام الفساد المالي والإدارة بلبنان وصرفة مبالغ طائلة لتحسين القطاع ولكن نتيجة ساعات تغذية كهربائية معدودة في أحسن الأحوال ماذا عن قرد البنك الدولي لدعم الكهرباء وعن مشروع القطر لبناء معمل على الطاقة المتجددة وماذا عن رفع التغذية بنصف شهر حزيران الحالي كل هذه الأسئلة سنحكي مع الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة كريستينا نصر الله ومدير عام الاستثمار السابق بوزارة الطاقة غسان بايدون أهلا وسهلا فيكم اليوم ضيوفنا بالحلقة أولا سنبدأ معك كريستينا تنبلش بالعرض القطري لعمل بلبلة مؤخرا بين وزير الطاقة أو بين وزير الاقتصاد اليوم سبق وقال وزير الطاقة أنه هذا الملف في صعوبات لتنفيذه خصوصا أنه ما فيه تشريعات بمجلس النواب ورجع قال أنه لقى مخرج قانوني طيب هل فعلا هل هناك مخرج قانوني لهذا المشروع؟ أول شي تنبلش أنه اليوم هذا العرض مرحب بها خاصة أنه لبنان عنده التزامات دولية ومحلية أنه يوصل لنسبة معينة من إنتاج الطاقة المتجددة كما أنه نحن بحاجة ننوع مصادر الطاقة مثل ما بنعرف اليوم أنتوان نحن عايشين على مصدر وحيد من الكهرباية اللي هو الفيول العراقي بس قال الوزير المبارح مع زميلتنا مونة صليبة على قناة الحرة أنه بس بيعطي ربع ساعة هذا المشروع مضبوط يمكن صحيح لأنه هل نحن بعد ما نرحب فيه للموضوع؟ أكيد ما نرحب فيه لأنه اليوم هو المودال اللي مهم اليوم تحفيز لأنه لهلأ نحن ما عنا مشاريع طاقة متجددة على صعيد النسيونال يعني على صعيد الدولة بس عندك معامل هايدرو موجودة من الانتداب الفرنسي معنا فأي مبادرة مرحب فيها من أجل تكرارها وتكون تجربة نقدر نكررها ونعممها ونكترها فهذه نقطة اثنين مضبوط الإطار القانوني غير موجود وهذه نقطة أساسية هلأ اليوم الوزير بقلنا لقى إطار قانوني فنحن نطلب منه يخبرنا خاصة بالوضع الحالي الإطار القانوني مفقود لأنه للأربعمية واثنين وستين يلي يسمح للهائق النظمة بأطاء رخص مطبق هذا القانون الأربعمية واثنين وستين من سنة الألفان واثنين ما أنه مطبق لأنه ما تم تعيين هائق النظمة من الألفان واثنين مسؤولة يأم عبر رخصة كيف بدوا يعطوا الرخصة؟ يأم عبر تشريعات من مجلس النواب أوكي مثل ما نعطى رخص قبل سابقاً عطى مثل كمان عن إحدى الشركات نعم نعطى رخص ل11 شركة صحيح هنا كانت بهذا الوقت شغلة جريمة صارت لأنه عدلوا مادة واحدة من الأربعمية واثنين وستين وسمحوا لمجلس الوزراء أن يحل محل الهائق النظمة بناء على طلبة وزير الطاقة ووزير المالية وتوزعت هذه الرخصية التي من 2017 عملت المناقصة علي لليوم ما شافت النور فهذا بيضل دليل فشل لأنه اليوم يعني مجلس الوزراء هو بادي سياسي ما أنه مخول بالأمور التقنية أنه يعطي رخص ولهلأ شفنا أنه الرخص ما قابلت حسناً فلهيك نحن اليوم مطلوب أنه يخبرنا شو هو التشريع القانوني خاصة مثل ما قلت لا الاربعمية واثنين وستين مطبق ولا قانون الطاقة المتجدد الموزعة مطبق لأنه هو بيحكي بس لحد العشرة ميجا وهون عم نحكي بالعرض القطري لحد الميت ميجا معمل واحد فلهلأ الإطار اللي بده يصير يا أما بده يعدل إذا هذه هي المخرج مثل ما حضرتك عم بتقول نذكر يا بده يعدل المادة يا بده يعين هاي النازمة وطبق الاربعمية واثنين وستين وهي بده ما صار طويل أو الأخطر من هكي والخشية تكون يعني مثل ما عمل بوقت استقدام البواخر يخلي مجلس الوزراء يعطي ترخيص وهون كان منه قانوني هيدا الشي وشفنا المشكل بين هيئة الشراء العام ووزارة الطاقة على هذا الموضوع فالأفضل أنه يكون فيه له مخرج قانوني ثابت من أجل مثل ما قلنا تكرار هذه التجربة ما توقف هون طب سيد غسان اليوم عمليا أو على أرض الوقع الميت ميجا وات شو بتعمل؟ قبل خليني على الإطار الأنوني فضل إذا متوفر أو مش متوفر صحيح خليني يقول أنا انتبهت لشغلتين بحديث وزير الطاقة وحديث وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد بيقول أنه هذا بإطار اتفاقية النفط والغاز القطري يعني إذا كان بإطار اتفاقية بتكلفة صفر إذا كان بإطار الاتفاقية والاتفاقية تقرب مجلس النواب موضوع وإذا كان مش بإطار الاتفاقية اللي بدأت تقرب مجلس النواب بعدها بدأت تشريع سجع قال فياض انه بي او بي يعني ما نبلاش لا عفا قال كان انتقاده انه بدي ارض بدي عقار مش معاياته انبه هي صحيح سجع قال انه ما نبلاش بي او او بس عم نقول نحن انه اذا مشكلة الارض اللي قدل فيها او تزرع فيها الدولة عنده كتير اراضي فيها تقدمها لانه بعدين التكنولوجيا المستعملة هي الكنسنتراتيد سولير پاور اليوم ما بدي اراضي وهدي شو رجع شدد عليها وضو عليها الوزير الاقتصاد قالت التكنولوجيا المعتمدة وهي CSP اليوم بدي ارض كتير صغيرة ما بقى متل قبل متل قبل فهي مننا العقب فنوع من المزايا دي ممكن بين الطرفين اتنين عم يحكوا مش دقيق هلأ بالنسبة لترخيص الانتاج اللي نعطت 11 تجمع شركات نعطت بصورة غير قانونية لاش لانه مجلس الوزراء كان عنده الصلاحية بموجب القانون 129 2019 اللي انتهى بـ 304 2022 عطوا الترخيص بـ 12 خمسة يعني ما كان عنده صلاحية الحكومة بيعطاؤن زيد انه مبنيين على استدراج نواية مش مناقصات استدراج نواية عام للوزير بسنة الـ 2017 وما راجعون اذا بعد بيلتزموا ولا لا وبدليل إنه في Barcelona إلى مشكلة أنه لحد هلا ترخيص لا تنفذت وإذا في وحدة باعت وعم فكّرو ينفذوها كمان معنات أنه في لعبة أو في امور غامدة وراية الترخيص من استدراج اخر شي كل ايمتهم على بعضهم بين المية وعشرين والمية وثمانين ميجا سمعت ان المية وخمسة وستين والخمسة عشر بخمسة عشر اللي بدون يعملوهم ايمتهم ضئيلة جدا هلا اكيد منرحب بانه يكون في استثمارات مثل هذه وانما وانما نحنا بدنا نفكر على اياس على ايشال حاجة البلد والسرعة اللي بيحاجة فيها البلد لتأمل له كهرباء نحن بالعتمة يعني اي مبادرة مرحب فيها اليوم الوزير عم يستسخف المية ميجا طبعا العرض الكتري المشروع واحد المية وخمسين من 11 مشروع انا قلت قياسا على مشكلتنا في حل اخر بمكان اخر مش عم برفضها ولا عم قلل من اهميتها عم قولوا مهمة ونرحب فيها وانما مش هي الحل الحل بدنا نركز نضوي بغير مطرع هو انه في قطاع خاص وفي بلديات وفي فكرة لا مركزية ولا مركزية تنمية نعم ما في اطار تشريعي كمان بحاجة لا اطار تشريعي يعني اليوم حل الكهرباء بدي يكون حل كامل متكامل عاطي رأي بس خلي خلص فكرة تتفضل فيك انت لانه البلديات عندها صلاحيات واسعة بمجال الانماء والانماء المتوازن مقربي الدستور فيك تشرع للبلديات انه تتعاقد مع القطاع الخاص لحتى تنتج كهرباء من الطاقة الشمسية وتوزاها على شبكة خاصة مش على شبكة كهرباء لبنان اي كهرباء اي طاقة بتنحط على شبكة كهرباء لبنان معرضة للهدر والسرعة يعني كل شي على شبكة كهرباء لبنان بضيع منه اكتر من 50% ال60% وهدا هو مشكلة كهرباء لبنان ليش كهرباء لبنان ما عم تقدر تحل المشكلة كهرباء لبنان بده تمويل تشتري محروقات تنتج تحط على الشبكة العددات تسجل الاستهلاك تفوتر تسترد بهالدورة هاي عم يضيع هدر نسب كبير فالحصيل اللي عم ترده انت من المصاري من تكلفتك ضئيلة جدا ما رح تقدر تشتري فيه نفس كمية المحروقات علما بانه كهرباء لبنان بالرغم انه ضاعفت التعرفة عشرات المرات بالرغم انه بعد ما ندفع حق النفط العراقي وبالرغم انه عم تقبط بالدولار وبالليرة وبالرغم انه ما حدا نعرف ما حدا نعرف شو النتائج الفعلية لتنفيذ هالخطة ولا رفع التعرفة وما حدا نعرف اذا تأمن التوازن او لا اكيد ما تأمن التوازن اللي تأمن بها التعرفة المجحفة والغير العادلة والمرهقة هو انه امنت من الرسوم الثابتة تغطي لنفقاتها اللي فيها هدروا نفقات دائمة دون تأمين الاستدامة بالتغذية نحنا مشكلتنا اي حل بدنا نفكر فيه بدنا نفكر فيه على مقياس الاستدامة لانه الناس ما بقى قادر تنطر هلأ اذا بتشوف عدد الناس اللي خفضوا قدرت اشتراكاتهم واللي عم يلغوا اشتراكاتهم بالعنا شفت صناعي مهم بيشتغل من سنت الاربعين شو عم يلجأوا عندهم حتى خاصة عم يوقفوا اشتراكاتهم عم يجمدوا اشتراكاتهم وزير الطاقة بنفس المقابلة استاذ انتوان قال انه في مشكلة اليوم بفوترة كهرباء لبنان وحكي عن تجربة خاصة فيه صحيح صحيح طب اليوم انا وزير الطاقة قال انه اجد فتورته عشر اضعاف ومسك التليفون ودق لا يشوفش القصة طب هذا وزير الطاقة عنده المقدر انه يدقوا يسمعوا له انا كمواطن اليوم مين بيقول انه فتورتي اول شي الجباية عم بتصير عن فنت الماضي او تقدموا مؤسسة من هارة ما عنده عديد بشرة تقدموا الخطأ الي صار وقداش مننطر وقداش مين بدو يجي اكد لما انت عم تجبي من سنة لورا اليوم عم تجي الفواتير عن تموز وقابل 2023 انا وين بدي اشكي كي بدي سبت انه انا وقتا شو صرفت اليوم في مشكلة خاصة لانه صار في شي اسمه خصخصة جزئية شراكة جزئية للكتاع الخاص اثبتت فشلة اليوم تطبيق القانون يا بيكون واحدة كاملة متكاملة يا بي نحط خطة واقعية ومش سوريالية مثل الخطط كلها اللي نحطت صار له اكتر من 10-15 سنة بدنا خطة تحكي الواقع ويكون في حل كامل متكامل اليوم اثبتت الشراكة على الكتاع الخاص الجزئية اللي هنه سيرفيس بروفايدر اللي عقده انه حيخلص بايلول صحيح هالي شو رح يصير فيهم مية بالمية اليوم قانونا ما بقى يحق لهم يصير فيه تجديد ونعرف اول شي لانه لانه هنه كانوا عم يستفيدوا من تمديد المهل وخلص الدليا وخلص قانون تمديد المهل اليوم شو بده يصير اجتمع مجلس النواب لا يجددلون طبع مجلس النواب مش عم يجتمع هيدا واحد اثنين اذا خلص مفروض ترجع هيدا السيرفيس يلي هي صيانة الشبكة الواطية الداخلية وجباية فواتير الكهرباء لمؤسسة كهرباء البناء وكانوا موقفين لانه ما كانوا عم يندفع لهم واليوم اقل عطل بيصير استاذ انتوان بيحياة لها حي او شارع عم نبقى اشهر ما عم بيقدروا يصلحوا لانه في خلافات بين هاي الشركات ومؤسسة كهرباء لبنان طب شو بصير اذا وقفت هاي الشركات تشتغل يعني اي عطل بيصير بيبطل عنا حدا يصلحوا لانه مؤسسة كهرباء لبنان ما بقى عندها الكدرة للبشرية ولا التقانية عندها انهيارة وبعضهم احن من وقت الانفجار رح نفوت بالسنة الخامسة قاعدين بكونتينيرات ناشنال كونترول سنتر اللي عم ينحكها هلأ بيقعاد التأهيل من قبل البنك الدولي بيقرض مدمر هي بتعمل الفاتورة انا شعرف من هالك لمالك لقبض الرواح الفاتورة يعني مؤسسة كهرباء لبنان بشيرة عامة يكون عندها مصرف هو ما عندها غير بمصرف لبنان ويكون بالليرة اللبنانية نظرا لانها مؤسسة عامة ولكن من سنة تقريبا او اقل تأخذوا قرار من ديوان المحاسبة وهي الاستشارات وطلع انه ممكن يكون بالدولار وسمحوا بالجباية بالدولار ولكن السؤال اليوم كل هذه الجباية ان كان باللبنان او بالدولار بده تروح على مصرف لبنان والمشكلة الاساسية كانت انه كهرباء لبنان كان عنده عجز انه تقدر تمد ايده على المصاري الموجودة لانه هي باللبنانة ومصرف لبنان كان خايف انه يقلب هالمصاري لدولار لانه الكتل النقدي بسيب ويسحب كل الدولار من السوق صحيح وما كان عالاتي صحيح اليوم في دولار السؤال الي بدي انطرح اليوم على مؤسسة كهرباء لبنان ووزير الطاقة هالمصرف لبنان عم يعطيكم مصرياتكم بالدولار لا هلأ لا كيف بدي احكي انا بشيراء بيحكي وزير الطاقة من بره من الخارج عبر صفقات بدي عمل صفقات كيف بدي يدفع حقق لحتى يدفع حقق ليزيد التغذية المشكلة مش بس بشراء الفيول الشراء الفيول هو شيء اساسي ل يكون عندنا كهرباء ولكن في الصيانة والتشغيل اليوم معاملة كلها صار لها سنين متوقفة ما عندك غير معملين ماشيين وحتى المعاملة الشغالة في مشاكل قضائية مع المشغل ما بنعرف التحكيم وين بيودة عندك مشكلة انه كمان الشبكة المهترقة الهدر الفني والغير الفني يعني كل هاي المشاكل اليوم يلي كانت ضمن طلبات اصلاحية من المجتمع الدولي لحتى اللي يصير فيه وقتا قرد كرمال نقدر نستحصل على الكهرباء من الاردن والغاز المصري ما تنفذ منه لهلأ اي شيء حتى العقد اللي عاملينه مع العراق الجديد ما بنعرف شو مصيره موقف فيه عقدين في العقل القديم ماشينا احنا هلأ ماشينا عليه حتى الجديد ما خلصت الكميات حدا يطلع يخبرنا وين صارت الكميات شو عطينا بالمقابل للعراق امتى ببعش العقل الجديد يعني مثل كأنه غسان عبتكون دولة العراق أول شيء ما خلاتني كفي جوي على اللي كنت عم يكنسي يلا تفضل إلا بدنا نقارب المشكلة من حيث تأمين كهرباء بشكل مستدام يعني ساعات تغذية حرزانة وكافية لتغني المواطن من المولد معظم المواطنين تغنيهم من المولد إلا تعرفة بالرسومة السابتة أرهقت موازنة الدولة موازنة المؤسسات العامة موازنة الصناعيين وموازنة الإنسان بالمواطن العادي ما قادرين نكفي مع كهرباء لبنان بهالدورة اللي شرحتلك إياها بحاجة لمال تأمن محروقات تنتج توزع تفوتر ترجع تحصل ما عم تثبت لأنه في خرق في ثغرة بمطرح إنه هالكهرباء ما عم ترد إلا نسبة ضئيلة من كميتها أو من كلفتها فما بقى ما بقى فينا نفكر بحل عبر كهرباء لبنان ولا بالبحث عن خطة هلأ كهرباء لبنان مع إنه كان أحد أهم شروط رفع التعرفي هو زيادة التغذية لثمان ساعات هلأ عم يفكروا بخطة جديدة لتأمن التغذية ثمان ساعات بسنة ٢٠٢٢ طالما هناك هدر وسوف يبقى هدر لأنه مستحيل تقدر تضبط المخيمات وتضبط النازحين بس عاب يقول للمخيمات هلأ بلشت ترجع تدفع حكي هيدا حكي هيدا حكي هيدا برجع بالله الحصيلة يخبرني من وقت اللي رفعت تعرفي إلى اليوم قداش حط على الشبكة وقداش تفوتر منه يع خبرني مستحيل يكون حصل أكتر من ٥٠٪ مستحيل مستحيل ٥٠٪ ميمدي يدفعن ولأمتى بدي يضال في حد يدفعن؟ عمقلك المشتركين والصناعيين ومؤسسات العامة مؤسسات الماء مرعوبة لإدارات العامة واعتمادات الموازنة منها كافية شي مخيف دور كهرباء لبنان على ساعتين أو أربع ساعات تغزي بدنا نطلع من العلاقة مع كهرباء لبنان على حل أشمل أسرع أقل تعرفة أقل تعرفة أقل حاجة للتمويل والأسرع بالتنفيذ هون بدنا نفكر وهذا هو الحل اللي عم ندعي له مع المعهد اللبناني لدراسات السوق إنك تمنح البلديات صلاحية التعاقد مع قطاع خاص لتنتج كهرباء وتوزعها بإطار لا مركزية شمسية طيب اليوم الطاقة الشمسية سمحي لي كفك سمحي لي كفك أفضل حل ممكن إذا الطاقة الشمسية عبر البلديات بتأمن بين ثمان ساعات وعشر ساعات وبتكملها لمولد بتخفي كتير فاتورة بس مشكلة البلديات يمكن قادرة عزيزي في بلديات قادرة بلديات مش قادرة لحظة لحظة مضبوط عم نرحب بخمسة عشر ميجا فكيف إذا انت بتلاقي اتحاد بلديات مثل بعلبك عنده أربعمية وخمسين دونم أو عندك مليونين متر مربع بالقاع الدولة بتملكهم لا في مستثمرين محليين وصناعيين ومنهم النائب ميشيل ظاهر مستعدين يستثمروا بالطاقة الشمسية بس أعطيهم استقلاليتهم وعطيهم حريتهم من المركزية تبع كهرباء لبنان عقدة العقد كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والحكومة لا عم تقدر تتابع ولا عم تقدر تستندج ولا عم تقدر تصحيح أخطاء اللي وقعت فيها الحكومة لما بتعطي ترخيص إنتاج بناء على استدراج نواية عم تخالف القانون إن كان بالتقويت أو القانون يعني أنت بتقول خلينا نشيل يعني نشيل من أنه نكون شبكين الكهرباء مع كهرباء لبنان أكيد 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 سلت كهرباء لبنان بتحط فيها مي بروحه مستحيل مع كهرباء لبنان تلاقي حل الحل بغير مطرح كيف فتحنا الطاقة المتجددة حضرتك هل بتوافق الرأي أنا اليوم بشوف الأول شيء الطاقة المتجددة أساسية ولكن بحيات الطاقة المتجددة ما بتكون بغنى عن الموتورات عن الكهرباء الموتورات المولدة مع مواد فيول غير ملوثة مش متل الفيول اللي منستعمله ومع لا مركزية الطاقة المتجددة وأنا كتبت قانون الطاقة المتجددة الموازع كتبنا القانون والليوم بيسمح للبلديات أن تنتج كهرباء مع الأسف هذا القانون بعد ثلاث سنين شغل ولد معركل مربوط بالهيئة النظمة المش موجودة له هلأ يعني ولد ميت مظبوط لأنه نرجع هون كرميل هيكل يوم أنا ضد نحنا اليوم عم نعيني من المولدات لبنان أخذ تصدر المرتبة الأولى بالدول العربية تلوسا ونسبة الكانسر فيه من الأعلى الثالث بالعالم تلوسا يعني اليوم نحنا بدأنا نخلص من هلقنابل الموقوطة أنا ضد الموتورات أنا مع تنظيم أنا مع شراكة الكهرباء لأنه الكهرباء هي سلعة حيوية أساسية يعني اليوم يعني اليوم مش اللي بيقدر مثل عم تقول البلديات مفلسة البلديات أجلوا لهم انتخاباتهم يعني بالواقع نحنا حلم أنه يصير هذا أكيد أكيد مشان هيك بدي حال كامل متكامل اليوم أنا ما بقى كمان بقبل بمؤسسة كهرباء لبنان بوضع الحالي ولا هي قادرة أصلا اليوم طبق قانون يفوت الكتاع الخاص عمول لبنان على أقسام يكون في عندك شراكة مع الكتاع الخاص لأنه نحنا اليوم بدنا نحافظ على أكثر فكرا بدي أكد أن الكهرباء هي توصل لكل الناس ليش اللي معه مصاري الأزمة فرجتنا اللي معه مصاري عنده كهرباء اللي ما معه مصاري عم بيموت لا قادر كان يركب طاقة شمسية ولا قادر يحط غير ثلاثة أمبار ببيته هاي دي كارسي أستاذ اليوم الطاقة المتجددة قانون الطاقة المتجددة لشو بحاجة لحتى يمشي لحتى يصير فاعل على الأوراق أول شغلة بحاجة لشيء أساسي هو تعيين الهيئة النظمة لأنه مع الأسف تم ربطه بالهيئة النظمة اللي هي مربوطة بقانون تنظيم كتاع الكهرباء اللي ما تعينت لهيئة النظمة من 2002 وبعدين في عنده إنشاء المديرية اليوم عم ينشغل على إنشاء المديرية بقلب مؤسسة كهرباء لبنان طالما ما في هيئة ما بتقدر تنتج فوق الواحد فاصل خمسة لحد العشرة ميجا وهيدا اليوم الحل يلي عم بيحكي عنه أستاذ غسان بيسمح للبلديات واتحاد البلديات تقدر تعمل حقول شمسية لحد العشرة ميجا تربطها بالكهرباء أو ما تربطها حسب هون إذا في توزيع ولا لأ إذا بدها تعمل نقل ولا لأ فاليوم كان الطاقة المتجددة الموزع القانون بيفتح بركة أمل لحتى الأول شي حفظ الكتاع الخاص على الاستثمار بالطاقة المتجددة وأنه نقدر نخلص من لمركزية الطاقة المتجددة لأنه لا هلأ ما عنا عنا حلول فردية يعني العالم بسبب العتمة لجأت على حلول فردية هذه ما لنا منيحة ليش؟ وبتطلع وزارة الطاقة بتقول أنه لنا ألف ميجا من الشمس طب كيف هيدا حدا يطلع يخبرني من وزارة الطاقة كيف قدروا يشوفوا هيدا النمبر خاصة أنه أنت منك رابط على مؤسسة كهرباء لبنان يعني أنا ما فيه يأجي أحصيك إذا بدنا نجي نطلع على البضاع اللي فاتت على لبنان كمان أمنه أنديس لأنه البضاع اللي فاتت على لبنان ثلاثة رباعة مكدس والربع تركب والربع آخر راحة سورية فهدا منه اليوم أنديس أنه عندي ألف طاقة متجددة بلبنان وما حدا أقلو فضل فيه لأنه ما حدا أقلو فضل فيه غير أنه أخدونا للعتمة والشعب كان بده يلاقي حال فراح على الطاقة المتجددة ديوم أستاذ غسان كيف تلاقي أداء وزير الطاقة واليد فيض؟ غير كيفي وغير مجدي ما راح يوصل لمطرح راح نضل ندور بنفس الحلقة المفرأة عم يحاول كل المحاولات يا عزيزي يجيب كهرباء من بره بس ما قدر لأنه ما عطيه مصرف ولو عم تعطيه مبرر أنت عم تعطيه مبرر بس أنا عم يمكن عم يكون المحام الشيطاني إنه فيه يمكن عم يحاول ببعض المحاولات فهمت فهمهم لأنه كل هالمحاولات لن تؤدي إلى أي حل مع وزارة الطاقة وعبر مؤسسة كهرباء لبنان صرنا مجربين من الألفين وعشرة يا رجل كم خطة صرنا عاملين خطة 2010 وخطة 2017 وخطة 2018 وخطة 2019 وخطة 2022 ولأ خطة جديدة للـ 28 شو من قد ضحياتنا خطة دي خيل واقع؟ معروفش السبب مؤسسة مهترية مش موجودة غير قائمة ما إلى أي فعالية الشبكتها فلتانة ما قادرة تسيطر على ما تنتج شو ما حطيت على هالشبكة؟ مين ما أنتج وحط على الشبكة رح يضيع منه إذا ما كان القطاع الخاص مثل صاحب المولد لاحق مصلحته ولاحق شبكته ولاحق عدده ولاحق التحصيل مستحيل طيب هو بيقول أنه كانت رح نوصل للمطرح أن المؤسسات العامة رح تطفة بس ولكن أنقذ كيف؟ أنقذهم بوضوة أنه صار فيه جاعة بتغذية شو يعني؟ شو يعني؟ كمان؟ المؤسسات العامة خاصة؟ يعني أجا من صفر فيه المؤسسات عامل لك العلي بيهلأ بالتعرفي تعرفي مرهقة الصناعيين عم يلغوا محطاتهم وغالي بنا نرخيصة وعم يلغوا اشتلاكاتهم وعم يخففوا قدراتهم تعرفي غير معقولة مؤسسات الماء مستحيل تدفع موازنة الدولة مرح تقدر تتحمل الاعتمادات اللازمة لحتى تدفع الادارات فيه رسوم سابتة يعني مخيفة مخيفة وكل شهر بيهدد الادارات قبل الرسوم السابتة 27 سنت غالي يعني اليوم عم نحكي جيبوت بتاخد 30 بس قال أوفر من الموتورات اللي هي 37 سنت طب ما الموتورات ما فيه أرن مع الموتورات الموتورات عم تسرقنا يا سيد أنتوني أنا بدي أرن مع بدي أرن مع العالم الأندكس العالمي أنت بلا ما تستهلك أنا ديكرا محطيت على النصة X فاتورة لمواطنين مصارف بيه شهرين 17 كيلوات طلع فاتورته مليونين ونص طب كيف لأنه لأنه الرسوم السابتة عالية الرسوم السابتة عالية ألغوا بدل التأهيد ممكن فيه ناس مركبة لكن الرسوم الرسوم مرتبطة ب24 ساعة تخزية منطق ونظام الاشتراك المعمول فيه من زمان هو أنه الرسم أو البدل التأهيد أو رسم العداد مرتبط ب24 ساعة تخزية وهناك رأي طالع عن هيئة التشريع والاستشارات بسنة 1998 بيقول أنه المشترك بالمي والكهرباء والاقتصالات إذا ما تأمنت له الخدمة على مدار الوقت بيحقله يطلب تخفيض الجعالة بنسبة الإنقطاع هني عم يأخذوا كأنه عم يأمنوا لك 24 ساعة برجع بإيقلك عم يحول أبو أحد مستهلك 17 كيلوات بشهرين صار كلفته دولار ونص على الكيلوات هل رفع التعرفة لا يغطي الهدر اللي عم بيصير بغير مناطق؟ شغلتان شغلتان لا يغطي مصاريفهم السابتة يصيروا حتى لو ما أنتجوا وأحسن لما ينتجوا بيظل عايش السبع وشرين ساعة لازم كانت تطلع التعرفة من الـ 94 وليس طلع التعرفة خليني أعطي رأيي الله يخليك 27 ساعة هي اللي يعودوا اللي يعودوا عن الهدر عم يحملوا اللي بيدفع عن اللي ما بيدفع وكانوا حطين بدل تأهيل وبشكل صريح آيلين بالخطة إنه لتعويض العجز الميل المترتب عن دعم الطبقة اللي ما بتستهلك كتير التعرفة تعرفة منطقة مبارئة أنا كان في عندي تقرير عملته طب برأيك قدية كان لازم تكون التعرفة لأنه مش مفروض كانت تكون متل ما كانت لك هذا سؤال تعرف كم سنة اللي عاملية عم يفتشوا عليه حتى آخر شي عارة خط عشواء حطوا هكذا فيه شو اسمه نيرا عاملة دراسة للتعرفة مكلفة من دي كم مليون دولار وفي عندي دراسة برح لقيت عم بيتها كهربة فرنسا للمرحوم الوزير سامان ترابلسي فيه إلى معايير إلى قواعد التعرفة بدا تكون فيها على قليل ثلاث أسعار ثلاث شرائح شريحة بتندعم ومنه القطاعات الاقتصادية لحتى تشجعها ومنه اللي مش قادرين شريحة بتدفع التكلفة وشريحة بتربح منها مشكلة كهربة لبنان غير رب العالمين ما بيعرف شوي تعرفتها انت ما فيك تحمل مواطن تعرف فيها هدر يعني إذا أنت عندك خيارات فنية سيئة إذا أنت عم تشغل معمل بكلفك 14 سنة وانتك مع ملاينا مع الطلوم بكلفوا 11 سنة ليش بدك تدفعني أنا؟ فإذا تعرف بدينا عمل دراسة علمية حسب النظام المالي لكهربا لبنان بدك تفرجيني توازنك الشامل كيف أمنته شوهني مصاريفك وكيف بدك تغطي هالمصاريف هاي؟ هل هالمصاريف عادلة؟ يعني هل أنت مضطر تدفع بالدولار لمشغل المعامل مع أنه بيشغل لبنانيين وعم بيتفعلهم بالليرة؟ هل أنت مضطر تدفع بالدولار لمقدمين خدمات مع أنه معظم تكلفتهم بالليرة وأسعارهم عالية؟ ما يقبلوا يشتغلوا إلا بالدولار مين تعاقد معهم؟ مين تعاقد معهم؟ تعاقدوا معهم على أساس ثلاث سنين أربع سنين لمرحلة انتقالية وكل التجديد والتمديد اللي حصل غير قانوني أنا كنت مدير عام بوزارة الترافات وكل هالتمديد المشرف مدير المشروع مونير يحيى بيقول بسنة الأربعة عشر ببعث لي كتاب إن مشروع مقدمي الخدمات فشل فشلا ذريعا وبات يشكل خطرا ماليا يجب وقفه عم يشكل نازف مالي الأربعة عشر بيقول من الست طاعة لما خلص بعده اللي هلأ بيبدو ديوه كل مرة بطريقة تحيولية فإذا أول شيء أنت بقى تخلص كهراء من المصاريفة غير العادلة وغير المنطقية والمجعفة وتخفف هدر ما فيك أنت تصرف على زوءك وتحملني أنا بدك تاخد معيار معيار عالمي قديش هو التكلفة العادلة المشروعة لكيلو وات واحد هاي خمسة عشر سنة بتدفعني خمسة عشر سنة مع اثنين تلاتي سنة ربح بس ما بتتطبق هيدا لأقلك ليش لأنه بدك حال كامل متكامل لما عندي هدر فني وهدر غير فني و لما عندي مصدر واحد مشان هيك اليوم كان مفروض تطلع التعرفة ولكن لما نحنا بدنا نغطي المكتدرين يدفعوا عن غير المكتدرين وعن اللي بيسرق كهربا واللي ما بيدفع كهربا هاي ده صارت مشحفة يعني ما في عدالة اجتماعية يعني ما في عدالة اجتماعية اي 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 مال عدالة على نفس الشي التعرفة تلعت بشكل فوضوي صحيح ولو وطلع قال الوزير الوزير بحلقة كان على التلفزيون وقاله نحنا عم نغطي عن اللي ما بيدفع يعني انقالت مش قصة ايه ده شور مش زرق وإذا الدولي ما بتدفع بدي اخد عشر سنت اضافة هيده مش تعرفي هيده جزي هيده خراج هيده كرمل هيك اليوم وصار له اصلا صار له كل ايه من سنت الماضي بيطالب المؤسسات والادارة وانو تدفع ماتتفع وانا افتعون مهلة بيرجع من بعد مفلسين مفلسين بلد مفلسين المؤسسات المالية مفلس البلدية كل البلد نحنا اليوم الحل الكهرباء ما بيصير حل بالاقتصاد ما فيك تعالجه لحاله اليوم ما عندي اقتصاد بلا السلعة الحيوية الكهرباء ما فيه احكي عن خط التعافي وخطتها ولا احكي عن اقتصاديين ولا احكي عن مصانع اذا ما عندي كهرباء اليوم الكهرباء هو المطار لننشط بالاقتصاد مطلوب للصحة مطلوب للتعليم مطلوب للزراعة ما فيه شو في سكتر بيمشي بلا كهرباء بدي اسألك رجع الوزير قعد احياء موضوع التغويض ما معنى التغويض وشو صار فيه كارثة ملف التغويض كارثة انتوان لانه صار فيه فضيحة عليه بالالفان وثمنتعش بالالفان وثلتعش نعمل اول مناقصة اللي يجيبه محطة التغويض كانت لدير عمار ورجعت بعد سنين لغت المناقصة اليوم نحنا التغويض ليش بدنا محطة التغويض نحنا لما منستورد الغاز بدنا نمشي معامل الكهرباء على الغاز نستورد الغاز يا اما بيكون سوليد او لكيد فنحنا بحاجة الانجي تنحطى حد معمل الكهرباء لحتى لنحوله لغاز قابل استعماله هاي هي محطة التغويض اوك 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 بتخليه سير بيقاب طريقة كنيكال طي يقدر يستعمل اليوم صارت المناقصة بالالفان وثلتعش تم الغاقة بالالفان وثمنتعش سبتعش اعلن مناقصة جديدة بالالفان وثمنتعش رسيت على كتر واني والمرتبة التانية كانت تطال بس هون الخطرة كان فيها انه على ثلاثة اف اس اريو ثلاثة الانجيات بدون يكونوا بلبنان بمعمل سلعاته يلي مش موجود اصلا ويلي عمل فضيحة انه اذا بدنا معمل سلعاته ولا لا وعننا على دير عمار وعننا الزهرانة وطلع وقته معلش سعد الحريري قال انه هاي دي كانت لكل طايفة عنده الانجي طبعه وقيمت العرض كان اللي رسيت على كتر واني 13 مليار دولار هل نحن اليوم اعادة احياءه شو عمل الا لكتر انه بدنا نكفي بالديل نحن معنا 13 مليار بدنا واحدة بدنا ثلاثة كارثة الصين عنده واحدة كتر عنده واحدة نحن بدنا ثلاثة بلد صغير بعدانا اليوم اذا جبنا الغاز وما عملنا بنية تحتية حضنة للغاز بيطلع سعر الغاز بعد اعلى وهون بينعكس على تعرف الكهرباء كمان تكون مرتفعة فاذا اليوم نحن اذا بدنا نجيب الانجي ماكسيموم واحدة بدنا نعمل انفراسفركتور قبل وقبل ما نحكي بالالانجي خلينا نحكي باعادة تشغيل المعامل الموجودة خلينا نقلبها تمشي كلها على الغاز اليوم كان في معملان جدادي اللي هن الزوق وجيه صحيح هول المعامل الجديدة كانوا بيمشوا على الغاز اكثر من 20 سنة من مشيهم على الغاز الرديق الزبالة هل بيرجعوا؟ الزوق وجيه المعامل الجديدة يعني 15 سنة يعملوا بالسنة 16 بيمشوا على الغاز عاطل وقفين هلا وقفين طب كيف بدي احكي أنا اليوم بيغاز لانه في مشكلة مع المشغل في تحكيم لانه في مشكلة تحكيم لانه في مشكلة تحكيم في مشكلة تحكيم مع المشغل وهو يوقف يشغل لانه اليوم ممنع شو الخلافات على الدفع عدم الدفع فاليوم المشكلة بس خليني كفع اليوم المشكلة هي مش بس يعني يعادة أحياء الأفساريول منو بوقتو ما بقى فينا نشتغله هيك ما بقى فينا نشتغل بحلول الكهرباء بالقطعة يا بدي يكون عنا حل كامل متكامل نقدر نشوف مصير الكهرباء الموجودة ونقدر نشوف كيف بدنا نفوت الكتاع الخاص وما نحرم لأكثر فكراً من الكهرباء وإلا يعني كلها إرادة سياسية ومع الأسف الإرادة السياسية مش موجودة مش هكي ما بدك شي بسبت شهر فيك تجيب الكهرباء بلبنان شو بدك تقول أستاذ غسان بدي أقول أنه بظروف أفضل بكتير من اللي نحنا فيها اليوم بالألفين وعشرة نعمل خطة اسمها ورقة سياسة قطاع الكهرباء وتأمل لوزارة الطاقة كل ما طلبت من اعتماداته من تشريعات من قرارات مجلس وزراء وفشلوا بأنه نقد منح وحل نحنا اليوم أي تفكير بالمعالجة كان حل شامل ولا حل جزئي ولا معالجة مؤقتة لتقدر تقدم كلها تقاطع مع تكثيف الطاقة الاعتماد على الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية هيدا الثابت الوحيد اللي أبدو أقل شي تمويل واللي فيه كتير ناس بالداخل مستعدين يمولوا حتى في البنك الدولي هيدا الخوف اليوم بدي أقول إن إن شاء الله يقدروا يردوه كلهم مستعدين يمولوا كلهم مستعدين يمولوا بدك تروح بأسرع وقت بأسرع وقت ما فيني أنطر بعض خطط ما فيني أنطر المواطن مخنوق المؤسسات العامة مخنوقة الإدارات مخنوقة وموازنة الدولة والمواطن مخنوق والصناعيين مخنوقين ما بقى فينا ننطر يعني شو اسموا خطط شاملي وخطط كبيرة صحي مستحيل ننطر ما فينا ننطر وروحوا على ما يخفف من حدة الأزمة بأسرع وقت اللي هو نحو الطاقة الشمسية وغيرها من المتجدد عبر البلديات والقطاع الخاص تجاربنا مريرة وبرجع بقول لك المشكلة بكهرباء لبنان وشبكة كهرباء لبنان أي إنتاج بضي ونحط على الشبكة رح يطير منه خمسين أو ستين بالمية فاعزلي هلأ هالمشروع حطوا عجانب بعدين كل اللي ينعمل التغويز وغير التغويز والطاقة الشمسية اللي 11 تجامع شركات مخالف للقانون ليش؟ لأنه أنت لما أولاية مجلس الوزراء صلاحية الهيئة النظمة بدك تلتزم بموجباتها الهيئة النظمة ما بتقدر تمنع حيك على زوءة ولا على تصنيف بيعملوا المركز اللبناني بدك تعملها باستدراجات عروض ومناقصات ما يعملوا لا استدراج عروض ولا مناقصات فإذا أصلا اختيارهم كان غلط واعطاءهم الترخيص كان غلط والترخيص اللي أعطت جيم دي ما تنفذت يعني عم نضيع فرص كل الحلول اللي بتيخدنا نحو التسريع بالطاقة المتجددة عم يحط مفتاحه ووزير الطاقة بيجابته إن من خلال الترخيص وهذا الخوف اليوم على قرد البنك الدولي أو من خلال النطاقة اللي بدك هايئة نظمة فإذا عزلوا هالمجموع عزلوا الوزارة والمؤسسة من تفكيرنا بالمعالج الراهنة خلينا نروح على ما يمكن أن تتقاطع عليه كل الحلول الممكنة اللي هي الطاقة المتجددة اليوم القرد طبع البنك الدولي اللي بدي يساعد لبنان وكهربى لبنان فيه لوين رايح على أي اتجاه؟ أول شي انتقلت هذا قرد يعني إحنا بدنا نرده هذا بالتعب 250 مليون دولار على ما يبدو مظبوط وهو جاي جزء كبير للطاقة المتجددة ولكن أكتر لمشروع الليطاني أوكي؟ لإعادة تأهيله وتنظيفه من الملوثات لحتالي سيري درجة ينتج أكتر لأنه أثبت أنه اليوم الهايدرو بحاجة لأنه صار فيه تدخلات بالهايدرو واليوم الليطاني عم ينتج هو من أكتر المشاريع المائية اللي عندها إنتاج وإذا بنعملها أبسكيل ومنقدر نزبطها بتقدر تنتج أكتر وما فيه تمويل ووضعه كتير تعبان فإذا تم مساعدته بيقدر ينتج ويعادة تأهيل للشبكة ومساعدة تقنية لمؤسسة كهرباء لبنان من أجل عدة أمور منها تنفيذ قانون الطاقة المتجددة الموزعة أمور كلها تقنية هذا اليوم قرد البنك الدولي ولكن إذا بشان هيك كل هولي بس يتحقق وموصل بالـ 2028 لـ 8 ساعات كهرباء يعني تخيل صار أقصى طموح اللبناني مع قرد هل قد كبير ومش معروف إذا فينا نرده ولا لأ وتراكم الدولون تنوصل لـ 8 ساعات كهرباء يعني هيدا صارح أقصى طموحنا إحنا كلمانية يعني أداف فينا نتأمل من هذا المعالج فاليوم المشكلة أنه هل فينا نرده ما فينا نرده مربوطة الكروض بالإصلاحات شافوا أنه نحنا أقوى عيجزين يعني نحنا طبقه السياسية صار من لدرجة أنه ما بده تعمل إصلاحات بس فيه مصاري هلا بالمؤسسة الكهرباء فيه عم تاخد مصاري ما هاي هي مين عم يسأل إذا صارت الإصلاحات ولا لا يعني زمان عمل بلاه هاللي أخدته قدى بأي منه قدى بأي منه شو فيه قباله الالتزامات يعني شوفنا السلف الخزينة مش بس كمية تحصيل بدك تشوف شو عليه بجعب أقول طلع بحق النفط العراقي ثمنه وينه وينه عملي حسابك ما بنعرف أصلا ما بنعرف الكميات وما بنعرف إدايش وما بنعرف وين صرنا عبيعطونا إيها هيبة هيك يلا لا 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 أبدا أبدا فيه اتفاقية مبرمي بموجب قانون بس بس كثير متسهلين متسهلين كأنه هيبة كأنه هيبة ولو ما هيك لو ما هيك كنا تحصينا بدا الخدمات بدا الخدمات بيناتنا كهرباء لبنان نصدر له انتفاح ولا عنب أو خدمات طبية كهرباء لبنان كانت عايشة على سلف الخزينة أحساب الموزن العام هلأ عايشة على حساب النفط العراقي اللي عم تتركم أثمانه على الدولة بزمة الدولة اللبنانية يعني بعد ما طرحنا لفضيحة بكرة يعني معنا عم يكراد الدولة هيدا الخدمة قبل ما اختم السيد غسان اليوم عم بيقول للوزير انه رح يزيد ساعات التغذية هلأ بنصف هيدا الشهر هل هو قادر يزيدها باستبعد باستبعده حتى لو زيدها شو يعني مية وخمسين ميجاوات شو بدي يؤمن يا خي بعد عم نحكي بالنص ساعة والربع ساعة هل هو دا حل هيدا لك هيدا كله حكي لنقول نحنا موجودين نبرر استمرارنا ونبرر ارتباط الحكومي والناس بتفكير وزارة الطاقة لازم نخرج بتفكيرنا من صندوق وزارة الطاقة وعقلية وزارة الطاقة واوضاع كهرباء لبنان ما بقى حدا قادر يحمل نفضيحة بكرة الموزني مش قادر تتحمل تأمن اعتمادات المؤسسات العامة للمي مخنوقة ما قادر ترد المصريات والمواطن والمصناعيين الرسوم السابتي مخيفة يتفضلوا يعطونا تقرير حول النتائج المالية ليش بعده اللي حد دلق بكهرباء لبنان ما عملوا موازنة ال 2024 وضع مخيف وضع فضيحة طيب اخر كلمة لألك استيزة المشكلة انه بعدنا نحنا منتعطب ملف الكهرباء يعني بس بطريقة اعلامية شو بنعمل وشو ما بنعمل وكذا ولكن لما منجن نشوف بطريقة ملموسة بعد ما في شيء على الارض وما في شيء يتغير ومع الاسف ما في شيء رح يتغير ولا رح يتغير مع طبقة سياسية موجودة مع عدم يعني اذا انا دايما بقلهم السياسيين بيختلفوا بلبنان ولكن متفقين عموضوع الكهرباء مع الاسف متفقين انه ما يكون لانه اليوم متل ما قلت قبل هي مشكلة ارادة سياسية وما فيه اليوم نحنا عم نحكي ببرنامج اقتصادي ما فيه احكي بالاقتصاد اذا ما حكيت بالكهرباء اليوم الدول توقاس نمو الاقتصادي بانتاجها الكهرباء بانتاجها الصناعي وكذا وكله المرتبط بالكهرباء مع الاسف هذا مش موجود شكرا للك انا بتشكركم اليوم ضيوفنا وبدأت شكر المشاهدين طبعا ملايكم بحلقة جديدة الاسبوع المقبل شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم